اشتركوا في القناة واشادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتزام المنشآت في تطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة والمتمثل في التجاوب الإيجابي والتعامل بكفاءة ووعي من قبل تلك المنشآت تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 15 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحال تحفظيا وبناء عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة من جانبه شدد الجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق داعيا المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز